هتاف يختصر المشهد برمته فالعراق تحديدا في ذكرى السادس من كانون الثاني ذلك التاريخ الذي يفتح للعراقين نافذة ليتعود بهم إلى أكثر من قرن حينما تأسس الجيش العراقي ليكون حصنا للوطن ودرعه ضد من يحاولون العبث بأمنه ونهب ثرواته لعقود من الزمن حمل الجيش العراقي راية حماية البلاد فخاض حروبا ودافع عن قضايا الأمة العربية والإسلامية والأسيام القضية الفلسطينية حيث خاض عدة حروب دفاعا عن فلسطين كما عاصر حكومات مختلفة حتى أصبح رقما صعبا في المعادلة الأقليمية والمحلية وسك أمان للحفاظ على سيادة العراق ووحدته حتى جاء اليوم المشؤوم حينما أعلن رئيس سلطة الاحتلال بول بريمر حل الجيش العراقي بعد الغزو الأمريكي مباشرة بعد عام 2003 تشكل جيش جديد يفتقد العقيدة القتالية والأسس المهنية والعلاقة له بالجيش العراقي اذ دمجت فيه الميليشيات سواء التي تشكلت في إيران وقاتلته في خنادق الجيش الإيراني مثل ميليشيا بدر أو التي تشكلت لاحقا تفكي كل جيش العراقي وحله لم يكن بدافع الانتقام منه ومن مواقفه فحسب وإنما لفسح المجال لتمرير المخطط الطائفي التدميري عبر الأدوات الميليشيوية والأحزاب الفاسدة وكان أبرز المخططين لهذه العملية نور المالكي الذي خشي انقلابا محتملا إن اهتم بعادة تأسيس جيش حقيقي فعمد إلى تأسيس قوة موازية استخدمها لمهاجمة معارضيه وترهيب كبار المنتقدين نجحت الأحزاب في ضعف الجيش العراقي من خلال إهماله فتآكلت قوته وتراجعت معنوياته كمن ضربه الفساد من كل جانب حتى أن الجيش بات محضة تجارة رابحة لكبار الضباط والعسكريين مقابل ذلك أصبحت القوى الموازية للجيش التقليدي أو ما تبقى منه كيانا مستقلا مهمته حماية العملية السياسية وضمان السمرارها في السنساخ المشابه لتجربة النظام الإيراني الذي أسس الحرس الثوري لضمان حمايته اليوم يفتقد العراقيون جيشهم الذي يحتاجون إليه كلما رأوا سيطرة لميليشيا مسلحة أو سلاحا منفلتا أو قوى أجنبية تعيث فسادا بأرضهم